اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي بيلتقي في قصر الاتحادية اتنين من الضيوف الكبار الذين وفدوا الى مصر صباح اليوم اللقاء الاول في تقديري هو اللقاء الاهم واللي بينتظره وبيتابعه او يتابع الموضوع هذا اللقاء كل الشعب المصري ميت مليون بيتابع قضية سد النهضة ما هو الجديد في هذه القضية ما هي اخر تطورات مرس المفاوضات في واشنطن بعد جولات متعددة بتؤدي في النهاية او تفضي في النهاية الى توقيع اتفاق تاريخي منتظر او متوقع خلال الايام او الاسابيع القليلة الماضية اليوم كان هناك زيارة الى مقر قصر الاتحادية هذا الزائر هو الممثل الشخصي لرئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد الممثل الشخصي ليه ممثله الشخصي لكن في نفس التوقيت هذا الممثل الشخصي لابي احمد كان بيشغل منصب رئيس وزراء اثيوبيا السابق لهو الرئيس هيلا مريم ديسالين كلنا عارفينه في مصر رئيس الوزراء استمر في السلطة فترة طويلة كان ديسالين شغال فيه ما مضى في 2010 وزير خارجية اثيوبيا ونائب رئيس الوزراء ثم بعد رحيل رئيس الوزراء الاثيوبي الشهير ميل الزناوي تولى هو رئاسة الحكومة بالانابة حتى يعني وصلت رئاسة الوزراء الاثيوبية او ادارة الحكم في اثيوبيا الى ابي احمد النهاردة بيصل الى مصر ديسالين مريم ديسالين وبصفته ممثل لرئيس الوزراء الاثيوبيا وبيعقد جلسة مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي حاملا رسالة خطية من رئيس الوزراء الاثيوبي الى الرئيس عبدالفتاح السيسي المباحثات والمناقشات تمت بحضور اتنين معنيين بهذا الملف بشكل كبير واصيل الشخصية الاولى السيد سامح شوكري وزير الخارجية اللي كان بيمثل مصر فيه المفاوضات الدائرة في واشنطن على مدار جولات وجولات مكوكية استطاع فيها السيد سامح شوكري انه هو يكون مفاوض وصفناه بانه امين وشرس وبيعكس توجهات الدولة والادارة المصرية شخصات تانية اللي واقع عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية ولهذه الشخصية ولهذا الجهاز دور اصيل في هذا الملف منذ زمن بعيد وعمل هذا الجهاز وعمل هذه الشخصية الجزء الاكبر منه لا يتم الاعلان عنه لطبيعة عمله لكن حضر اليوم برفقة السيد الرئيس السيد سامح شوكري والواقع عباس كامل هذا الاجتماع اللي كان ضيفهم السيد رئيس الرئيس السيوبيا السابق ممثل رئيس الوزراء الحالي ابي احمد سيد سليم المناقشات كان فيها جزئين جزء الاول بتكلم على العلاقات بين مصر والاثيوبيا وانه العلاقات دي علاقات لمصلحة الطرفين وانه العلاقات لابد ان هي تتطور ولابد ان يكون فيه تناغم وتعاون لمصلحة الشعبين الرئيس عبدالفتاح السيسي قال بوضوح شديد احنا لا بنلف ولا بنضور معنا الكلام يعني الرئيس قال احنا تاريخيا عندنا سواب في تعاملنا مع دول الجيران ومع دول حوض النيل احنا هدفنا الاساسي تنمية حوض النيل ودول حوض النيل هدفنا الاساسي زي ما قال الرئيس ان احنا تعيش شعوبنا في اخاء ووئام ونهضة وتنمية حقيقية لمصلحة الجميع الرئيس قال انه احنا بنخوض المفاوضات وبنخوض النقاشات والحوارات دون تدخل في شأن اي دولة مصر لا تدخل في شؤون داخلية لاي دولة الرئيس اكد على ثوابت مصر في التعامل مع القضايا الدولية واكد على اهمية وايمانه شخصيا ايمان الدولة المصرية بالتعاون المثمر الصادق مع الادارة الاثيوبية ثم انتقل الحوار الى سد النهضة وتقيين او استدعاء او استرجاع او استعراض لما تم حتى هذه اللحظة من مصارات تفاوضية على الصعيد اللي تم في واشنطن يعني كل ما تم من تفاوض على سد النهضة خاصة في مصار واشنطن تم استعراضه والتأكيد مرة اخرى على اهمية الوصول الى حل واتفاق يرضي جميع الاطراف ويحقق مصلحة جميع الاطراف فيما يخص قضية مل السد وتشغيله وما دول قضيتين اصبعوا حتى اعلاميا متدولين بشكل كبير جدا وصول دي سالين النهاردة الى القاهرة ويذهابوا الى الاتحادية ولقاءوا بالرئيس عبدالفتاح السيسي وبوجود وزير خارجية ومديل المخابرات في تقديري الشخصي او تحليلي لهذا الوضع بيمثل ايضا خطوة كبيرة الى الامام بيمثل خطوة بتؤدي في النهاية الى الاتفاق او التوافق وصول رئيس زراء اثيوبيا وهو السابق وعالم بواطن الامور وربما كان له دور يعني دون تقييم لهذا الدور خلال فترة الماضية وجوده في القاهرة بيمثل في تقديري خطوة الى الامام ايا كان الحقيقة الامر يعني حقيقة الامر انه اثيوبيا معلوماتي ايضا انه مقدمة على عملية انتخابية خلال الشهر مارس القادم داخل اثيوبيا واثيوبيا عازمة على ايضا المضي قدما او خلاص قطعنا الشهود الكبير في المفاوضات برعاية امريكية مقدرة وبرعاية البنك الدولي المقدرة ايضا وبإدارة حقية لوزارة الخزانة الامريكية مع اطراف الخلاف اللي هو الجانب المصري والسوداني والاثيوبي وصلنا الى بلوارة شكل انتفاق بيتم توضيبه او بيتم تأفيله وصياغته بمعرفة وزارة الخزانة الامريكية ليعرض على الاطراف الثلاثة